هي قلعة شيدت في واحة سيوى في صحراء مصر الغربية في القرن الثالث عشر على يد البربر الذين استقروا في الواحة لمواجهة غزوات القبائل البدوية قلعة شالي التي تم ترميمها مؤخراً بتمويل من الاتحاد الأوروبي في هذا التقرير قلعة شالي في مصر قلعة بنيت في القرن الثالث عشر في واحة سيوى التي تتميز بأشجار النخيل الكثيفة وبحيرات الملح وأطلال آثار قديمة لتشكل نموذجاً لسياحة بديلة مختلفة عن المنتجعات السياحية على البحر الأحمر والرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان التي تجذب السياحة الكثيفة القلعة تم ترميمها بتبويل من قبل الاتحاد الأوروبي بكلفة نحو ستمائة وأربعين ألف دولار ونفذته شركة مصرية تحت رعاية الحكومة الكتوب المعمول به هو مزيق ما بين الطين والملح فأن أنت ترجعي تستخدمي نفس المواد الموجودة في الطبيعة لترميم قلعة لها رمز في العادات والتقاليد والتراث الثقافي وحماية أهل السيوى هو دا الفكرة نظفنا تمام والحجر اللي طلعنا الكرشيف نظفنا الأرضية بينا للأوض تمام والشوارع زي من شايفين الأوض حتى صغيرة تمام حتى يعني تستغربي تمام إزاي يم زمان عشين في النظام ده من أبل يعني الواحة بقيت معزولة لعقود طويلة ولم تبدأ باستقبال سياح إلا في ثمانينات القرن الماضي بعد إنشاء طريق ربطها بمدينة مرسى مطروح على البحر المتوسط لكنها اليوم تعاني كغيرها من المناطق السياحية جراء وباء كورونا